أعلن محافظ أربيل أميت خوشناو توزيع 2800 سلة غذائية على عمال النظافة في أربيل مقدمة من مؤسسة بارزان الخيرية وقال خوشناو في مؤتمر صحفي بدأنا في شهر رمضان تقديم المساعدات للأسر المتعففة وبدعم من الخيرين الذين يدعمون المشروع وأضاف أن هذا المشروع سيستمر ولن يكون مقتصرا على مركز المدينة وأنما سيشمل الأطراف أيضا ممن يعملون في حماية وتنظيف البيئة والمدن اشتركوا في القناة